انت ليه دائماً بتتفلسف في الكلام؟ ليه بتعمل كده معايا؟ وترجع كل حاجة لعقدتك مع عمي وفلوسها؟ انت قليل الأدم، وما وردتش على تربية وهتفضل النجاسة هي اللي محركاك، وهي اللي ماشياك، وهتخرب لك بيتك، وهتخسرك مرأتك وابنك ويعتبر نفسي خسرتاني ومن دلوقتي هتطلق، وهاخد ابني ربي من غير قلق وتوتر وخنات للونهور وهخليك تشوفه وساعتها هتعرف قيمة الكامسة اللي بتشوفهم فيه وقدامها تندم قوي يا شريف وهو انت مش فعلا؟ هبدا يا شريف هتطلق الوقت كنت بعيد انت حتى مفكرتش انك تقررني منك ليه كلامك ليا دايماً بتقوله متأخر هتطلق الوقت حتى كنت بتيجي متأخر والوقت اللي كنت بقى محتاجك فيه ما كنتش بلاقيك وخالي اللي انت دايماً بتقول عليه انه هو السبب اللي أنا فيه انت اللي أردتني منه وبعضك انا مستعدة عملاً اي حاجة علشان انت بقى موجود معايا ضهري خليك يا بابا معايا وانت مشيش طول ما انت بتعلق غلطاتك علشان ما عد غيرك بيبقى مفيش فكرة بابا مطلش كلم انا بقولك الحقيقة انا محتاجك وانا مش محتاجك الكل اللي بربطني بك يوصفه بس سبني بقى عشان هلحها روح له بدري بدلاً من روح له متأخر زي انت ما بتقول انا لسه مخلصتش كلامي معاك وانت ليه دايماً بتسيبني هو بتمشي هتندم على كل يوقت تطمو انت بعيد عن ابنك وانا غير ما تبقى فحض مه وهتجوز هتجوز رجلي يعرف بنتي ويصوني ويشلشلتي شك 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 ليه دائموا به فالواح اشتركوا في القناة